اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة مع تعدد الاحتجاجات بسبب كورونا في دول عربية وأوروبية نتعرف على الأضرار الاقتصادية والتبعات السياسية لاستمرار الإغلاق الشامل كما نتعرف على دور بطء عمليات التطعيم والغموض بشأن السلالات الجديدة في زيادة حجم هذه الأضرار كما نطلع على الخطط الواجب اتخاذها حكوميا للتعامل مع احتمالات استمرار الإغلاق لأشهر إضافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والشركات مع عودة إجراءات الإغلاق الشامل في دول عربية وأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا كيف ستتعامل الحكومات مع احتمالات استمرار الإغلاق لأشهر إضافية وهل من خطط لمساعدة القطاعات المتضررة من عودة الإغلاق الشامل؟ من جانب آخر كيف يسهم الغموض بشأن سلالات كورونا الجديدة في زيادة الضغوط الاقتصادية على الحكومات؟ وهل يؤدي انتشار التطعيم بشكل واسع إلى عودة الحياة إلى طبيعتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيوفي من بيروت الدكتور إسماعيل سكرية رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية ومن عمان حسام عايش الخبير في الاقتصاد السياسي ومن باريس عماد الدين الحمروني الباحث في الجغرافيا السياسية نتابع النقاش بعد التقرير مع استمرار إجراءة الإغلاق في عدد كبير من دول العالم للسيطرة على تفشي وباء كورونا تعود تأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للظهور مجددا كما كان في الموجة الأولى من انتشار الوباء مدن أوروبية تشهد مظاهرات للاعتراض على إجراءات حكوماتها كالنمسا والدينمارك لكن العاصمة الهولندية أمستردام شهدت الأحداث الأعلى فعندما كسر الآلاف الحظر الحكومي وشهدت شوارعها اشتباكات بين مناهضي الإغلاق والشرطة التي اعتقلت المئات وفرقت التجمعات باستخدام خراطيم المياه في المنطقة العربية كان الوضع مماثلا في كل من تونس ولبنان التي خرجت في مدنها مظاهرات بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية واستمرار إجراءة الإغلاق وعلى عكس تيار المحتجين في أوروبا والشرق الأوسط يطالب المتظاهرون البرازيليون باتخاذ إجراءات للحد من تفشي وباء كورونا حتى أن الاحتجاج بلغ حد المطالبة بإقالة الرئيس جاير بولسونارو بسبب سوء إدارة حكومته للأزمة بعد أن أودى الفيروس بحياة أكثر من 217 ألف شخص بين خوف من كورونا وخوف من تدعيات الإغلاق على الاقتصاد تعيش دول العالم أزمات متناقضة رغم بدء حملات التلقيح في معظم هذه الدول خاصة أن خطط الحكومات لا تزال غير واضحة بشأن فترة الإغلاق وطرق التعويض على من تضرر اقتصاديا خلال ذلك فهل تبذل حكومات العالم جهدا كافيا لمحاصرة وباء كورونا من جهة وتلافل انهيار الاقتصادي من جهة أخرى وهل يتسبب كورونا بأزمات اقتصادية مزمنة لا يختفي أثرها مع اختفائه أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من بيروت دكتور إسماعيل سكرية دكتور إسماعيل لبنان يمدد فرض الإغلاق الشامل للثامن من فبراير المقبل في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا وهو ليس الدولة الوحيدة التي تفرض إجراءات مماثلة بداية على المستوى الصحي كيف تبدو نتائج هذه الإجراءات لازلنا في عين العاصفة الكورونية في لبنان ولازالت نتائج الإجراءات من حيث الإغفال لم تظهر بعد لأنه هي مش هتظهر بسرعة يعني شهر شباط يعني أذا بدها تظهر من منتصف شهر شباط ولاحقا ربما مفترض تبلش تهبط الأعداد نتيجة الإخفال السابق وقلة الاحتكاك بين الناس مع أنه يعني بين هلالين لازال في نسبة معينة من التجمعات الصغيرة والاحتكاك وكذا بدغط الوضع الاقتصادي للناس وأعمال الناس وهذه مشكلة كبيرة في لبنان طيب دكتور إسماعيل إذا أردنا أن نوسع زاوية الرؤية لو تسمح لي لو أردنا أن نوسع زاوية الرؤية وننظر إلى الموضوع على مستوى عالمي أكثر الإغلاق التام أو الحجر الكامل الذي ربما تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة إلى أي مدى كان ناجعا على المستوى الصحي أنا لا أراه أنه كان ناجعا على المستوى الصحي كان بالعكس يعني مؤذيا جدا للوضع الاقتصادي ومعيشة الناس وألحق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي وخاصة الناس الطبقات الفقيرة والضعيفة للإنتاج والتي تعيش بيومياتها على المستوى الصحي لا لأنه هذا بالنهاية فيروس صار يتحرك داخل المنازل يعني شخص مجرد أنه حمله ممكن يقل لكل المنزل داخل البيت يعني مش مهم أنك تحجر الناس وتسكر عليها ببيوتها وخلص انتهى الموضوع يعني هي نسبيا فيها وجهة نظر أكيد مش عم ننكر هذا الكلام ولكن يعني هذا الإغلاق المتكرر وبهذا الشكل القوي نتائجه الصحية لم تكن بمستوى الأمال المعقودة عليها ولا بمستوى يعني مقابل تعود عن الأضرار التي لاحظت للناس دكتور إسماعيل لو وضعنا السلبيات والإيجابيات فيما يتعلق بإجراءات الحجر والإغلاق أيهما ترجح؟ السلبيات كانت أكثر من الإيجابيات وهذا لا يعني أني أنا عم بدعي أنه ليفتح الأبواب على مصرعها لا بس كان ممكن تنظيم الأمور بشكل متدرج بشكل نسبي بشكل يعطي أولوية لحاجات الناس حاجات العمل بلش بالقطاعات الصحية بلش وراها بالقطاعات اللي مضطرة تشتغل يوميا بلش بمؤسسات يعني ممكن هي تكون تقدر تغذي موضعيا نقي أحياء نقي بلدات نقي لازم يلتقى كان طريقة توازن بين الحاجة المعيشية والحاجة الحياتية للناس وبين ما يمكن ما نستطيع أن نفك هذا الاحتكاك القوي بين الناس هذا ما حصل دعني دكتور إسماعيل أنقل الحديث وبصورة أوسع عن الجانب الاقتصادي إلى ضيفي من عمان الأستاذ حسام عايش أستاذ حسام واحدة من كل خمس شركات ألمانية تعاني عجزا في السيولة وفقا لدراسة أجريت على ثمانية عشر ألف شركة ما الذي تعني هذه النتائج بالنسبة للصورة الكلية للاقتصاد الألماني وهو واحد من أقوى الاقتصادات في العالم لا شك أن كورونا فرضت إيقاحها الاقتصادي هي مشكلة صحية تداعياتها اقتصادية نتائجها اجتماعية وفي الإطار الإجمالي نتائجها بعيدة المدى وأيضا لغياب حالة التأكد وعدم اليقين ولغياب أي رؤية حقيقية إلى ما ستقول إليه الأمور ومع حالات الإغلاق المختلفة يعني بين إغلاق وفتح جزئه ثم عودة إلى إغلاق تأثرت الشركات والمؤسسات والأفراد والاقتصاديات العالمية التي انكمشت إما أرباحها على مستوى الشركات أو توقف بعضها أو أفلس بعض ثالث وهناك من الدراسات ما يقول أن 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلا اضطرت لتسريع عملتها 70% منها تراجعت إراداتها 40% منها لم تعد قادرة على الحصول على التمويل المناسب للاستمرار ناهيك عن إفلاس حوالي 25 إلى 30% من الشركات وهذه النسبة تختلف بين دولة وأخرى لكن في جميع الأحوال لا شك أن الاقتصاديات العالمية تأثرت الخسائر الناجمة عن كورونا تقدر بحوالي 12 تريليون دولار وهذه الخسائر يدفع تمنها حتى الآن نحن نتحدث عن الموضوع بشكل إجمالي ولكن لو أردنا أن نسلط الضوء على حجم وطبيعة هذا التأثر فيما يتعلق بالنماذج والأنماط الاقتصادية المختلفة نعم ولكن كل بلد له ظروفه دخلنا الجائحة معا لكننا لم نعد من الجائحة معا كل دولة تحاول أن تجد طريقتها للخروج من هذه الجائحة لكن الإشكالية أنه لا يمكن أن نتحدث عن تعافي اقتصادي محلي دون أن نتحدث عن تعافي اقتصادي عالمي بسبب الترابط بين أجزاء العالم المختلفة لكن مع ذلك لو أخذنا دولة مثل الأردن مثلا لو وجدنا أن هناك انكماشا في الاقتصاد كان في الربع الثاني من عام 2023 ثلاثة وستة من عشرة في المئة في الربع الثالثة من عشرة في المئة لو وجدنا أيضا مئات الشركات التي اضطرت إما إلى التوقف عن أعمالها أو إلى تسريع عمالتها وجدنا أيضا هذه العمالة إما أنها تتوقف عن العمل أو تخفض أجورها ورواتبها ودخلها مما رفع معدلات البطال في الأردن مثلا من 19% نهاية 2019 إلى حوالي 24% نهاية الربع الثالث من 2020 هذا يعني بالضرورة أيضا لو تسمح لي إلى أي مدى هذه الصورة التي تنقلها لنا عن الاقتصاد الأردني تصلح أن تكون مثالا للقياس بالنسبة للاقتصادات العالم العربي لا شك أن الأردن نموذج يمكن له أن يتحدث بصورة جيدة عن الحالة في العالم العربي نظرا لأن هناك بعض الشفافية في البيانات والمعلومات التي يمكن الارتكاز إليها لكن مع ذلك تتفاوت الأوضاع الاقتصادية بين دول العربية فالدول الخليجية مثلا صحيح أن إيرادات النفط انخفضت بشكل كبير لكن احتياطياتها النقدية سمحت لها بمواجهة النتائج المترتبة على الجائحة وإن بكلفة كبيرة فتوقف الاقتصاد أو بعض فعاليات وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة فيها أدى إلى تأثر البنوك في هذه الأسباب تتعلق بانخفاض ربما الودائع وبالتالي الاتمان الذي يمكن أن تقدمه للقطاعات الاقتصادية مأثر على أرباحها لكن في دول مثل الأردن أو ما في حكمها لا شك أن التأثير كان أكبر بالنظر إلى أن هذه الدول تعتمد على المنح والمساعدات من جهة وعلى الديون من جهة أخرى لتمويل عملياتها وعلى الضرائب المحلية والمرتفعة من جهة ثالثة وهي كلها إما انخفضت أو تراجعت أو زادت كلفتها الذي أدى للتأثير مباشرة على هذه الاقتصادية هذه الفكرة أصبحت واضحة أنتقل إليك أستاذ عماد الدين الحمروني ضيفي من باريس الغموض عدم اليقين الاضطراب في الأراء والتناقض حتى في بعض الأحيان في الاستنتاجات بخصوص وباء كورونا إلى أي مدى ساهم كل هذا في قدرة صانع القرار السياسي والاقتصادي على مستوى العالم في اتخاذ قرارات تجنب المجتمعات والدول أكبر قدر ممكن من أضرار هذا الوباء نعم أولا تحية لك ولضيوفك الكرام وإلى كل المشاهدين فيروس كورونا ووباء كورونا والمرحلة الكورونية هي نقطة انعطاف كبير جدا في الجغرافيا السياسية على المستوى العالمي فنحن نشاهد تورط الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بعض الدول في أمريكا اللاتينية ولكن نجاح تحققه الدول الأسيوية مثل الفيتنام والصين والتايلوند وغيرها من هذه الدول وهذا له دلالات عميقة جدا وسيغير في موازين القواء على مستوى العقد القادم نحن في منعطف تاريخي مهم إن كان على مستوى فشل الغربي في معالجة وباء لا أقول بأنه وباء بسيط ولكن وقع معالجته بطريقة ما في الموجة الأولى لهذا الوباء وكان الناس يظنون أن الدولة أو الدولة الأوروبية على الأقل سيتخذون الإجراءات الكافية لمنع وصول موجة ثانية وثالثة أو إذا جاءت هذه الموجة الثانية يتعاطون معها بكيفية تكون أقل ضررا من الموجة الأولى وما شهدناه في الحقيقة أن نتعكر الأجواء في المعالجة في معالجة هذا الوباء والاعتماد بالأخص على الحجر الصحي الشامل وهي نقطة ضعف مركزية في هذه المعالجة لأن المعالجة الأساسية هي في وجود مستشفيات وتجهيزات طبية كافية لإنقاذ حياة البشر وحياة المواطنين فأصبحت سياسات الدول الأوروبية الليبرالية المتوحشة التي على مدى سنين يعني أغلقت الكثير من المستشفيات وصرحت الكثير من الأطباء في الصحة العمومية على الأقل أدى إلى هذا الفراغ وإلى هذا الإرباك الإرباك نشاهده في فرنسا بالأخص ونشاهده الآن بألمانيا وبريطانيا وهي دول عظمى أسست للحضارة التي نعيش فيها والآن نراها تنهار بشكل بطيء وهو أن القرار السياسي متذبذب القرار السياسي في فرنسا مثلا أخذ مثال الفرنسي ما زلنا لا نعرف إلى حد هذه الساعة هل سندخل في حجر صحي ثالث أم لا هناك تضارب بين أراء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة أستاذ عماد الدين أن هذا النموذج يقابله نموذج ربما كان أكثر نجاحا في مواجهة وباء كورونا وهو نموذج مختلف تماما كما ضربت المثال بالصين وبيتنام أحسنتم ونحن في هذه اللحظة نقول على المستوى المعنى السياسي ماذا نستطيع أن نفعل لإنقاذ الرأسمالية هناك تساؤل كبير جدا في دول الاتحاد الأوروبي هل ننقض الديمقراطية أو ننقض الرأسمالية لماذا أقول هذا الكلام لأن الحجر الشامل أو الإجراءات المتشددة ضد المواطنين يراها مواطنو الدول الأوروبية هي الحد من حرياتهم الشخصية كما نرى في هولندا كما نرى في بريطانيا في ألمانيا وأيضا المظاهرات والاحتجاجات في فرنسا فهل نترك المواطن يتفاعل بحرياته قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة بحاجة ربما إلى المزيد من البسط الضبابية التي يعاني منها المجتمع العلمي في التعاطي مع فيروس كورونا إلى أي مدى أسهمت في الوصول إلى الحال الذي تفضلت بتوصيفه أحسنتم أحسنتم جداً وهذه نقطة أهمية كبرى خاصة في فرنسا لأن نرى أن في فرنسا هناك انقسام حاد ما بين مجموعة من الأطباء والخبراء والأساتذة التي هي تمشي في ركاب الدولة وركاب الحكومة أرى رئيس الجمهورية سيد إمانيل مكرون وجزء كبير من الأطباء والأساتذة والخبراء هم ضد هذه الإجراءات ويعتبرون أن وباء الكورونا ليس وباء خطيراً ولكن المعالجة هي التي جعلته يكون خطيراً نعم نتقل إليك دكتور إسماعيل سكرية إلى أي مدى يمكن القول أن اللقاحات اللقاحات التي يتم تناولها الآن قادرة على محاصرة الوباء بنسخه وبسلالاته التي تظهر أنا أعرف أنه كشف بشاعة وضعف وهزل هذا النظام الرأس مالي العالمي صحياً تبين أنه نمر من ورق ما في عنده بنا تحته صحي حكومي كما يجب ومثل ما سبقني زميلي المباريز عميحكي أحييه هذا نحن متفقين على ما قاله تبين أنه يجيدون لعبة المار والأرقام وحصد الأرباح فقط وكذلك شركات ضخمة تجيد لعبة الأرقام بدأت تنهار ما دونها خاصة تحت ضربات الكورونا وعلى كل حال كشف خلل مهم جداً خلل بالمنابر العلمية وكأنه منظمة الصحة العالمية والأف دي اي وأوروبا اللي بتأتمر فيهم كمان سيستم مؤدلج بعقل تقني فني عجزة عن مواجهة كورونا وتبين أدى طلع مئات النظريات والإدوي والعلاجات والمقاربات تشوهت وجه العلم أذا بدك اللي بدي أقوله أنا فعلاً ما بعد كورونا هو غير ما قبل كورونا لا ورح أقول قناعتي اللي أيلها من قبل قناعتي أنه هو مصنع مصنع لأهداف اقتصادية لضرب الاقتصاديات الوسط بالعالم وتسيطر من قبل شركات ضخمة جداً هي التي تدير دعني أعود دكتور إسماعيل لو تسمح لي إلى اللقاحات هم بوصل للقاحات هم بوصل نعم أبوصل وصلت لك وصلت لك للقاحات تفضل تفضل من هذا الحديث أنا وصلت لك للقاحات اللقاحات أنا أنا اللقاح طبع اللقاح الأمريكي فايزر ومودرنا أنا مستحيل وأعلنت موقفي أني لن أتلقح لأنه يعتمد التشفير الجيني وأنا طالما عندي شك بتصنيعه وبمسلسله وبأهدافه لن أقدم على التلقح بالفايزر أو بالمودرنا الأمريكي هذا أولاً لأنه هني عجل أولاً صنع على عجل بضعة شهور ثانياً أرفق بتهويل إعلامي ودعايي فضيعة وتهديد إذا ما بتاخده ما بقود فيك تسافر وما بتروع المدرسة وما بتفوت على المطعم وهذا شيء معيب صار بالعلم إذا هذه هي الطريقة اللي بدها تكون وثالثاً حطوا شرط على كل اللي اللي يبعثوه للدول وأنا على لبنان نحن ملنا مسؤولين عن أي مضاعفة إذن هذا مرفوض ومشبوه بالنسبة إلي أنا الصيني والروسي وغيره هو يعتمد لأسلوب التقليدي والأسترزينيكا ولكن لست مستعجلاً أنا أصلاً شخصياً ممكن تكبح جماح هالمد الأوي للكورونا المرتفع ولكن ما النتائج والتفاعلات فيما بعد ما أعرف لا أحد يدري أنا أدري يجيبوا على السؤال نعم أنتقل إليك أستاذ حسام عايش ضيف من عمان حزم الإنقاذ أتيقرتها الكثير من الحكومات هل هي قادرة بطريقة وبأخرى على انتشار القطاعات المتضررة من الورطة التي وقعت فيها يعني لا شك أن الحزم التحفيز أو المساعدات التي قدمتها الحكومات للقطاعات كان في ذين هذه الحكومات أن أزمة كورونا هي أزمة مؤقتة شهر شهرين ثلاثة ومن ثم نعود مرة أخرى إلى أوضاعنا السابقة وبالتالي فكان تصميم الحزم هو تصميم لمواجهة حالة مؤقتة يمكن بعدها العودة إلى ما يسمى بالتعافي لكن مع ذلك تبين أن مع هذه الحزم ومع انتشار ثاني وثالث للوباء أنها لم كانت قاصرة وأن الحكومات لم تكن قادرة على التنبؤ لمدة ثلاثة أشهر قادمة الأمر الذي جعل العالم يقدم أضخم حزم تحفيز اقتصادي في تاريخه أكثر من 18 تريليون دولار من الحكومات ومن البنوك ومع ذلك عادت السطاعات الإقصادية للإغلاق مرة يطرح سؤالا آخر بأي حجم وإلى متى يمكن للحكومات أن تقدم هذه الحزم باختصار شديد لو سمعت بالضبط بالضبط لذلك الحكومات قدمت كل ما لديها سواء الفقيرة أو الغنية أو المتوسطة في مواجهة الموجة الأولى من الوباء ونتائجه الاقتصادية لكنها الآن هناك شكوك في قدرة كثير من هذه الدول على تقديم الحزم ولذلك فبعض الدول تحاول أن تفتح قطاعاتها الاقتصادية دول أخرى تحاول أن تواجه الفيروس لكي لا تتحمل الكلفة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي تستدعيها هذا الإغلاق ودول أخرى يعني من الواضح أنها تتعرض لهزات سياسية داخلية وهذا أستاذ حسام أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت هذا ينقلني إلى نقطة أريد أن أطرح على ضيفي من باريس الأستاذ عماد الدين الحمروني الناس يتظاهرون في بعض البلدان للتخفيف من حدة الإجراءات ويتظاهرون في بلدان أخرى ليلومون الحكومات لأنها لم تتخذ الإجراءات الكافية إلى أي مدى ساهم أوباء كورونا في خلخلة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على وجه الإجمال نعم في غياب الأفق يعني المواطن أعطى ثقته في الصانع السياسي لكي يكون هناك استقرار أمني استقرار سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي وما إلى ذلك وإذا به ينكشف للمواطن أن الدولة الراعية لمصالح المواطن هي في الحقيقة راعية لمصالح مؤسسات وشركات كبرى يعني خارج نطاق الحكومات وخارج نطاق الدول نحن نشاهد اليوم هناك شركات عابرة للقرات وأكثر وأمريكية هي التي استفادت كثيرا مثل أمازون وغير أمازون وبالتالي الاقتصاديات القومية أو الوطنية انهارت لو لا مثلا في الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى حل جامع لكل الدول الأوروبية في إيجاد تطعيم مالي وإيجاد مئات المليارات للوقوف مع الاقتصاد في الدول الأوروبية لو لا هذه العملية انهارة حتى الاتحاد الأوروبي سيد جماد الدين ليس كما يقولون على قلب رجلا واحد في هذا الملف ما عدا ما سمعناه من تصريحات ربما تكون سيئة من الناحية الأخلاق السياسية وهي تهديدات من قبل الاتحاد الأوروبي لشركة أسترازينيكا بأنها ستمنعها من تصدير اللقاح خارج القارة نعم في الحقيقة هناك حد أدنى توصل إليه الاتحاد الأوروبي بالمعنى الاقتصادي على الأقل ولكن في المعالجة والمعالجات كل دولة على حدة كانت لها طريقتها نحن كنا نقول مثلا خلال أشهر سابقة أن ألمانيا استطاعت تطويق هذه الوباء ولكن الآن ألمانيا في ورطة في حين أن فرنسا التي اتخذت إجراءات الحذر التجول الساعة الثمانية ثم حولته للساعة السادسة مساء أعطت بعض النتائج الإيجابية اليوم هناك استقرار على الأقل في عدد العدوى في فرنسا عدد الوفيات ولكن الخبراء العلميين يقولون يجب الدخول في الحجر الشامل الثالث وهذا يضعف القرار السياسي وأضعف أيضا حتى من ناحية السياسية السيد مكرون وحكومة السيد كاستيكس أشكرك جزيل الشكر عماد الدين الحمروني الباحث في الجغرافيا السياسية كنت معنا من باريس وأشكر ضيفي أيضا من عمان الأستاذ حسام عايش الباحث والخبير الاقتصادي وضيفي من بيروت دكتور إسمايل سكرية رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية أشكركم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة الشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام ورحمة المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر